تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وأولياء العهود ضمنها سموه أطيب التهاني وصادق التمنيات لهم الصحة والسعادة دعينا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بالخير واليبن والبركات كما تبادل صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنية مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوكي ورؤساء الدول العربية والإسلامية عبر سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لهم بهذه المناسبة المباركة مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بوفر الصحة والهناء وعلى بلدانهم وشعوبهم الشقيقة وكافة العرب والمسلمين باليمن والخير والمسرات